الحشاية الداخلي من تبقى بيها تكتني لازم أقولها وحشاية تهاية موجهة إلى الأخ العزيز دولة رئيس الوزراء المحترم سويت صولة وسويت جولة حتى في خطابك اليوم هيبة الدولة والأعمال العبثية يجب أن تنتهي هذا الريدة بس اللي على أرض الواقع ما يقول هذا فلذلك سريعاً سيادة الرئيس أنت افتتحت منفذ الشيب منفذ الشيب ببلاوي ما يلنبس عليها ثوب قالوا لك ما أدري ما قالوا لك أنا رح أقول لك يوم عشرة في معج دولة الرئيس فاتت 13 شاحنة محملة بمختلف أنواع الأسلحة من إيران من منفذ الشيب الذي يحكمه أو ما زال يحكمه ويشرف عليه أحد الفصائل هذه الأسلحة كيف دخلت من سمح لها أن تدخل أين ذهبت وين انخزنت يا دولة الرئيس أنت تدري ذني وين يرحان فما الغاية من منفذ الشيب ولماذا منفذ الشيب يصبح للتبادل التجاري ولكن في الحقيقة هو لتهريب الأسلحة ونتحدث عن هيبة الدولة وجهات أمنية مرموقة قدمت لك تقريراً مفصلاً وكأني أراه على مكتبك ومرة يدخل إلى درجك دولة الرئيس طلع الملف أوحل أوروح للشيب لو سدة لو تخليه مال تبادل تجاري محمد الله والديك هذه رسالتي إليك باسم العراقيين حتى نستعيد هيبة الدولة ترجمة نانسي قنقر